السلام عليكم في هذا التدريب سنتحدث طبعا هنالك سلسلة من المحاضرات التي ستتحدث عن روبوتات الليبو NXT أحدثكم الأستاذ عبد الملك الحلواني المواد اللي راح نستخدمها هي مواد بالأصل عادتها شركة روبوتك وكيل الليبو وتم تعديلها وتصحيح بعض النقاط وهي راح تكون الأساس عندنا في التدريب في اللقاء الأول في المحاضرة الأولى راح نعرف بشكل عام بشكل أساسي إيش مجموعة الليبو مايندستورم NXT راح نحكي كذلك عن بعض محيطات البرمجة يعني كيف ممكن نبرمج الروبوت تبعنا نركز أكثر على NXTG اللي هو أكثر واحد مستخدم للمدارس بشكل عام راح نحكي عن المايكرو كنترولر أو اللبنة الذكية تبعت الروبوت راح نقوم به تنفيذ بعض أو أعطيكم تأش مؤشرات كي ممكن نسجل أو كي ممكن نقوم به بعض المهام الأساسية وكذلك راح أطلب منكم تقوم به بناء النموذج الأساسي لـ Logo Robotics اللي هو الرين بشكل أساسي لما يشتري الإنسان سواء كانت المدرسة أو بشكل شخصي اللي هي المستمع تبع الست هدي وعبارة عن 9797 راح يحصل على البوكس البلاستيكي الحالي وفيه طبعا المكونات اللي راح نحكي عنها كمان شوي فيه قطع الليلو طبعا وفيه قطع الإلكترانيك بارتس اللي موجودة ها تحتوي الـ NXT 9797 على اللبن الذكية اللي هي المايكا كنترولر راح يكون طبعا فيه بطارية ليثيوم آيون ثلاث محركات سيرفو خمس مجسات كوابل توصيل مع الجهاز الحاسوب اللي هو USB كوابل توصيل للـ Motors مع اللبن الذكية وكوابل توصيل للحساسات أو السنسورز مع اللبن الذكية كذلك راح تلاحظوا مفيهنا كراسة إرشادات للتركيب وبعض المهام الأسسية وget started في الروبوتكس عدد قطع الليلو الصغيرة عبارة عن 431 إطار اللبن الذكية نكستين هايها اللبن الذكية المكانها إذا بتلاحظوا فيه لنا أربع منافذ هام أربع منافذ عفوا اللي هين 1 2 3 4 محطوطين هام المنافذ هادي هي المنافذ اللي بتتم استقبال المعلومات فيها من الحساسات من السنسورز بالأضافة ها نفعلنا 3 منافذ ABC بهذا المنافذ بإمكاننا نشبك المحركات السيرفو من أجل طبعا تحريك الروبوت والقيام ببعض المهام إذا بتلاحظوا فيه عندي كمان منفذ USB منفذ USB منفذ USB اللي هو لشبك اللبن الذكية أو شبك NXT مع جهاز الكمبيوتر من أجل برمجته بالأضافة لهذا البطارية بتيجي في الخلف بإمكاني أحط بطاريات أصابئي باتري عدد 6 إذا أردت ذكر صحيح أو بإمكاني أستخدم بطارية ليثيوم آيون بحطها بالخلف هام وبشحنها ممكن أشحنها المدخل تبعها من هام طبعا في عندي مجموعة من الأزرار في عندي زر الخروج في عندي زر انتقال لليمين زر انتقال لليسار وفي عندي زر التشغيل في عندي طبعا شاشة غير ملونة LCD بإمكاني أستخدمها لتنفيذ بعض الأوامر البسيطة وتنفيذ البرامج والاستخدام الأساسي للليغو بالإبعاء في لهذه الكلام في عندي كمان شوية تخزوها أو تقوب على الأطراف من أجل تثبيت اللبنة الذكية بالشكل الملائم إذا اللبنة الذكية فيها مايكرو كنترولر بتحكم من شركة ARM 32 بيت طبعا لمايكرو كنترولر أو الداة بس طبعا في أربع مداخل من واحد لأربع في ثلاث مخارج ABC عشان محركات السيرفر توصول USB مع جهاز الكمبيوتر كذلك بقدر أوصل اللبنة الذكية وأتحكم فيه الجهاز الروبط الروبط طبعا باستخدام البلوتوث طبعا في عندي ذاكرة فلاش بأجل تنزيل البرامج بـ 250K وفي عندي ذاكرة ARM من أجل هدي تخزين البرامج هدي من أجل تشغيل البرامج 64K طبعا البرامج بسيطة وهي برامج في النهاية رح تنزل على اللبنة الذكية بشكل مص مبدئيا أنا مش بحادي لإشي أكبر من هيك وبناء الـ 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 طبعا اللي بدون نزل بشهر 9-2013 ممكن يكون طبعا الـ LCD ملونة ممكن تكون ذاكرة أكبر عشان قدر أحط صور وملفات موسيقية معقدة أكثر الشاشة طبعا 100 في 64 بيكسل شاشة صغيرة طبعا مش ملونة طبعا في سبيكر حتى قدر أسمع اللبنة الذكية أوكي أحط 6 بطريات A battery size A لبطريات الأصبع أو بقدر استخدام lithium ion battery هاي هدي عبارة عن اللبنة الذكية المينيوم الأساسي لعلها متل ما انتوا شايفينها إذا شفناها إحنا هادي الطب فيو هادي عبارة عن الطب فيو لكن إحنا ها بنشوفها كلنا شايفين هايزومتريك هلا بنشوفها الطب فيو السبيكر بلا شك واضح طبعا من اللوهان الـ ports البينات الـ output ports الـ USB عشان أشبغ على الجهاز الكمبيوتر الـ input ports بعدين في عندي control keys لزرار التحكم أول ما أشغله بطلع عندي الـ menu هذا بقدر عمل programming بقدر عمل files بقدر عمل بعض functions الأساسية بقدر أشغل الـ USB بقدر أشغله في عندي انطباع بقدر أطفية في عندي انطباعها برضه قديش الشاحن عندي بالوضع الطبيعي أول ما أدخل أول ما أجيب الـ الـ لازم أحط البطارية داخل اللبنة ذكية واشحنها لعدد من الساعات 4-5 ساعات هلا ممكن يوصل معنا لعدد الساعات الملائم مثل ما حكينا الـ هو عبار عن هذا كباس الـ أو زر الـ هذا الـ هذا الـ هذا الشمال هنا شاشة عرض في عندي هاي بطارية إذا انتم متل ما انتم شايفين بقدر برضه يعطي انطباعها بتشحن أو ما بتشحن وبرضه إذا وضع البطارية يعني فاضي أو اللي مش فاضي طبع بقدر أشحنها من هنا تتركب داخل اللبنة ذكية أوكي من 4-5 ساعات ساعات زمن الشحن بشكل عام فأيجي هزا الإلكتروني آخر أول مرة بشحنه بشحن على فترة طويلة شخصيا مش فتش أي توصية بشركة ليغا لكن بنا على خبرتي بأجهزة الحاسوب وغيرها من الأجهزة زين الإلكترونية بنصح به شحنها ليلة كاملة 12 ساعة على الأقل لأول مرة طبعا أول مرة بستخدم قطع بعدين بصير بشحنها حتى تمتلك ملاحظة مهمة كثير استخدام المحولات المقدمة من ليبو برغم أنها ثمنها شوي غالي طبعا المحول بيجي منفصل عن 9-7-9-7 فبشتري محول ثمنه بتراوح طبعا من 50 دولار لأكثر من ذلك شوي المحول غالي كان غالي من شركة ليبو لكن أبنصح باستخدام محول حتى نحافظ على البطارية وحتى نحافظ على المحولات الأقل جودة ممكن نوجد نلاقي محول عند أي كهربجة لكن بيكون الثمن أقل لكن قد يكون الثمن هو خسارة البطارية وخسارة اللبن الذكين بالإضافة ل النكس تي طبعا الصفتور ما بيجي مع النكس تي اللي هو الصفتور النكس تي دي رح نحكي عنه لاحقا بالإمكان طبعا شراءه ثمن طبعا يتفاوت من بلد لآخر من شركة ليدو أو وكالاها أو بالإمكان تنزيل نكس تي 2.0 طبعا نكس تي بالإمكان تنزيل 2.0 من الإنترنت بعطيكم اللينك إن شاء الله بس نوصل الله إلى نكس تي بشكل عام المجلسات الحوال التحكم مثل ما حكينا في عندنا مجموعة من الحساسات عندنا خمسة حساسات أربع أنواع مختلفة الحساسات تشابه للإنسان الحواس عند الإنسان عند الإنسان مثل ما الرابط يحاكي إلى حد ما الإنسان إذن في عملية استقبال للمعلومات في عملية براسسينج عملية معالج للمعلومات وعملية إخراج أو استخدام هذه المعلومات بالتحكم بالمحيط فمثلا إذن في عين بيعين هذا الحساس موجات كهربوناطسية فيه له مقابل صناعي هلأ نحكي شوية عن الحساسات المتوفرة طبعا مش كل هذه الحساسات متوفرة في جهاز في حساسات أساسية بتيجي وفي حساسات ممكن شراعها خلينا نحكي بشكل عام عن الحساسات المتوفرة طب محركات السيرفو محرك السيرفو هو من ضمن المحركات اللي أنا بقدر أتحكم ب عدد دورات المحرك اللي أنا بدي إياها تمشي المحرك السيرفو لا بأس فيه هو محرك قوي مش أقوى المحركات يعني هو بشكل عام لا يستخدم في التطبيقات الصناعية لكن بنسبة إلا كأشي تعليمي لا بأس فيه إذن محرك السيرفو بإمكاني أتحكم بعدد الدورات اللي بيقوم فيها المحرك وكذلك عدد الدرجات عدد الدرجة الماوية اللي برفها المحرك طبعا المستوى الصناعي بيستخدم عنواع محركات أخرى بسموها ستابر موتور ستابر موتور ممكن ألاقيها بأحجام أكبر من السيرفو المتوفر عنها وكذلك بتكون أقوى لكن الستابر موتور بيشتغل على الستابس يعني بدر يتحكم بالستابس اللي برفهم الموتور والكونسلط طبعا مختلف طبعا السيرفو موتور أنا هم بعتبره حساسة لأنه في عندي نوع من الفيدباك عندي نوع من التغذية الراجعة لللبنة الذكية بيقول لي أنا قديش مشيت عشان أقدر أحدد قديش أنا مشيت طبعا في عندي هان كذلك ثقوب عشان أقدر أشبك السيرفو موتور هاي البنية الداخلية تبع السيرفو موتور متل رحكينا بقدر أحدد كم من درجة مئوية بلف عند الموتور إذا في عندي مجس لا الزاوية الدقة تبعته درجة واحدة يعني بدر أعطيني إذا مشيت درجة درجتين درجتين ثلاثة مجس اللمس طبعا في عندي 977 أو الكت تحتوي على مجس لمس مجس مثل ما هو ظاهر أمامكم في عندي هان الأداة طبعا مجس وطبعا بشبك على 977 أو بشبك على اللبنة ذكية باستخدام كوابل من الطرف الآخر هاني في عندي مجس في تلات حالات ضغط مضعوط أو محرر ضغط تحرير تصادم أو بانه باستضن بشيء مرة واحدة طبعا زي انتم لاحظين في عندي هان شق بقدر ادخل عليه بحيث انه مش فقط هاد الرأس اللازم لعمس الجسم ممكن يكون مشبك معه عمود بحيث ان العمود نفسه لو لعمس الجسم بتأثر مجس إذا محرر مترو زي هيك هي حالة من الحالات أو بكون بداخل مضغوط هي حالة ثانية أو انه بعمل خبطة صغيرة هيك هذي حالة ثالثة باستخدام البرمجة بعد رميز بين الثلاث حالات هذه إذا في عيني مجس مجس للمز في عيني مجس البصري مثل ما هو بظهر أمامكم في عبارة عن ضوين في مجس 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 بقيس درجة شدة الإضاءة في المحيط هناك نوعين طبعا في حالتين لأله في عندي بعض رقيس الضوء المرتد يعني واحدة من مجس تبعى الضوء واحدة بتستقبل الضوء فبالتالي بعض رقيس الضوء المرتد حالة ثانية بعض رقيس الامبيونت الامبيونت اللي هو الضوء في المحيط بشكل عام هذا أقل فعالية من الخيار الأول لطبيعة السنسور هذا وكمان مرة هذول السنسور مش مستوى صناعي لكن مستوى تعليم مقبول أو نقدر نعمل في نماذج لبعض الاختراعات الخاصة فينا إذن نفتقد أن أنا برسل الضوء على سطح أبيض السطح الأبيض كل ما نعرف أنه بيعكس الضوء بجودة عالية كثير فبالتالي راح يكون في عندي شدة الانعكاس عالية كثير أو نسبة مئوية لا الانعكاس عالية كثير لو في عندي سطح أسود مثلا نسبة الانعكاس راح تكون قل بكثير أسود قاتل ويمتص الضوء بقية الألوان يتفاوت مستوى الانعكاس وبالتالي إلى حد ما بشكل بسيط بقدر أميز إذا كان الضوء إذا كان عفوا اللون أحمر مثلا أو إذا كان اللون أخضر أو غير هلأ في مجس آخر اللي هو مجس الكلور سنسور أو مجس الألوان في دقة أكثر فيما يتعلق بالتمييز بين الألوان إذا مجس البصري أو مجس الضوء بميز بين أن الضوء المنعكس عالي أو واطي وبناء على هذا الكلام بعد رميز بين الألوان بشكل بسيط لكن إذا أنا معني أميز بين الألوان بشكل دقيق الأحمر الأخضر الأصفر الأسود الأبيض بستخدم حساس أو مجس آخر ألا وهو مجس الألوان كالاو سنسور كالاو سنسور بتشترونا واحده مش متوفر من ضمن الكيت 9 7 9 7 المجس الثالث مجس الألترا سونيك أو الألترا ساوند سنسور أو الفوق أو بعد صوتي الفوق صوتي مثل منتو شايفين هان برسل موجات فوق صوتية بتستضم في الأجسام وبترجع له برسل نبضات فوق صوتية بترتد في الأجسام اللي أمامه ومن ثم تعود النبضات الصوتية لإلى وبقياس سرعة النبضات الصوتية والزمن الوصول بقدر يعرف المسافة إذن إحنا بنعرف السرعة وبحسب بالزمن هو في عنده تايمير بقدر أوجد المسافة اللي بتفصل بين المجسل فوق صوته وبين الأجسام المقابلة إله فإذن مجسل التراسونيك أو التراساون أو الفوق صوته يستخدم لا قياس المسافات فيما بين السنسر أو فيما بين الرابط وما بين الأجسام المقابلة لإله بعد رقيس بالصانتي والإنش بعد رقيس بالصانتي والإنش إذن أقصى مسافة بدرقيسة 255 دقة القياس بلس ماينس ثلاثة صوتي متر لا بأس فيه يستخدم عادة لتعرف على البيئة المحيطة للروبوت إذن المجس الرابع وجس الصوتي مجس الصوتي إيش مشبه مايكروفون إذن المجس الصوتي لحد ما بيشبه المايكروفون لكن المجس الصوتي بدل ما يحول الصوت لإشارة كل اللي بيعمل بقيس شدة الصوت شدة يعني بعطينا نسبة مئوية بناء على الضجيج اللي موجود في البيئة المحيطة بشكل عام ملف في المسابقات اللي اللي عادة هي الدافع وراء شراء 977 لا لأنه عادة بتكون المسابقة في قاعة وبكون في ضجيج عالي كثير وتشديع فلا يستخدم بشكل عام لكن هناك كثير من فعليات والمهام اللي بتعتمد على المجس الصوتي بصراحة حلو كثير لما الروبوت طبعكم يتفاعل بناء على الضجيج أو بناء على الصوت طبعكم طبعا بقيس بمقياج شدة الصوت اللي هي بالديسابل هادي هي النسب بشكل عام لهذا الحساس الكوابل بشكل سريع إذا فيعنا أربع كوابل للحساسات فيعنا ثلاث كوابل ل السنس سري اللي المطورات وفيعنا كمان كوابل يو اس بي بيشبك اللبنة الذكية على جهاز الكمبيوتر من أجل البرمجة وغيرها لغة البرمجة اللي هو لغة البرمجة هي لغة برمجة بسيطة كثير مثل ما هو ظاهر أمامكم هان مثل ما ظهر في الشرائح السابقة لما أنا بقدر أشغله فبالتالي بقدر أدخل من جمي الخيارات هان على نكست نكست بقدر أدخل على البرمجة بتم أو شي بضوي الجهاز بشغل الميكرو كنترولر أو متحكم أو مراقب بروح على الانكست برمجة بعدين بعمل انتر بس أعمل انتر في عندي خيار برمجة برنامج البرنامج بشكل عام عبارة عن أربع البرنامج بشكل عام هو عبارة عن ناش ليزر بندابويتر هي عبارة عن أربع صناديق طبعا هذا مش مربع سعادة لمهندسين رسمهم ضعيف أربع أو خمس إذا أنا متذكر صحيان البرنامج view اللي بقدر أبرمجه عن طريق اللبنة الذكية مباشرة بديم مستخدام أي software هو برنامج بصية كثير يكون في عندي أربع أو خمس صناديق فاضية داخل صندوق هذا بقدر أعطي أمر ماشي للأمام ماشي لليمين ماشي لليسار ماشي للخلف بدرجات متفاوتة بقدر خليه ينتظر بناء على آآ ماذا خليه ينتظر بناء على آآ أمر أو معطيات جاي من سنسر معين بعدين بقدر عمل في آخر مربع بقدر خليه عملي انه ينهي البرنامج ونفضه لمرة واحدة أو بقدر أخليه يعمل يعني كرر البرنامج هذا واستمر بعدين كيف أنا بشغل الروبوت تبعي بضغط على بروع البرنامج وبدغط على تشغيل باستخدام اللي هو زر اللي أنا برتقالي تمرين بسيط الكل طبعا بتوقع أنه أنامه الانكستي نين سبن نين سبن بتشغل باستخدام زر بتروح باليمين حتى توصل ل بتمك تلف باليمين باليمين حتى تصل ل خيار بتضغط على طبعا أوكي هاد فيه كمان شي تاني أوكي قبل حتى البرنامج أنا أنا شرحت كيف تبرمجه لكن فيه أمر اسمه بالإضافة للبرمج التي شرحت أنا فيه أمر إذن بشغل اللبن الذكية بتم أدور على إشي اسمه اللي بيعمل أنه بيقرأ الحساسات والقيم تبعتها هلا أول ما تشغل البرنامج بيش بقول لك واحد مثلا لحساس كذا تنين حساس كذا ثلاثة الحساس كذا أربعة الحساس كذا فهو مبرمج داخليا أنه يستقبل معلومات الصوت من رقم من بورت معين فهو بحدي لأي حساس بشبك الحساس وبعدين بعمل بصير يقرأ الشدة تبعت حساس الصوت بصير يقرأ الشدة تبعت حساس الضوء بصير يقرأ تبعت الألترا الصونيك اللي هي المسافات فبالتالي أنا هيك بهذا التمرين إن شاء الله نكسر الحاجز مع الانكس تي إذن كمان مرة خلينا راجع براس في فيما يتعلق ببرمجة اللبن الذكية هو حقيقة مش لغة برمجة لكن في أمر أسمى في أمر أسمى أول ما بشغل اللبن الذكية بتم أروح يمين أو شمال حتى لاقي فيو فيو كل اللي بعمله بيقرأ من الحساس كل حساس من شبخ على بورت محدد اللبن الذكية نفسها بتكون كاتبة إن البورت واحد له هذا الحساس الحساس الثاني أو الثالث والرابع فبقرأ قيم الحساسات حتى أكثر الحاجز بالوضوفة لهذا الكلام هناك لغة برمجة متن ما أنا ذكرتها بتكون لمكتوب العنوان تبعها بيكون عندي عبارة عن خمسة مربعات فارغة بقدر أشبك آآ بقدر أحد ذي الأمر داخل كل مربع لن بقدر أعطي خمسة أوامر آآ في الأوامر الموجودة عادة هي نوعان أوامر تحريك فورورد لفت رايت باكورد بعدين في عندي ويت إنه انتظر سواء بوقت أو انتظر بناء على قيمة من حساس بعدين بمشي بمشي وآخر واحد بعطيني ستوب بعطيني ستوب أو لوب اللي هو تكلار نعود لهذا الشيء لأننا بعدين نتحدث البرمجة إذا محيطات البرمجة أو كيف أنا ممكن أبرمج للانكستي الانكستي ممكن يتبرمج بالانكستي جي أو نكستي ميند ستورمز جي أو نكست جينيريشن اختصار ل نكست جينيريشن اللي هو عبارة عن لغة برمجة راح نتحدث عنها كمان شوية راح نخصص كل وقتنا لإلها لأنه هي المعتمدة بشكل عام في المدارس في كذلك روبوت سين هي تعتمد على بلشكل أساسي على لغة البرمجة السين لكن هي مبسطة وفي أوامر جاهزة للتحكم بالروبوت هذه عبارة عن كماند لاين يعني باجي بكتب نصوص زي لغات برمجة بينما بالانكستي جي هي عبارة عن دي ان دي دراج ان دراب بجيب مربعات وكل مربع بنثل أمر من الأوامر كذلك بالجامعات وبالأعمال الهنباسية حتى بالشركات في اشيء اسمه لاب فيو من شركة ناشنال انتسلنس زينا متذكر صحيح هو عبارة عن لغة برمجة معقدة كثير يشبه الماثلة وكذلك لغة برمجة على مستوى هندسة في إضافات خاصة بالروبوت الليبو روبوت اللي هو انكستي بشكل عام الانكستي جي الواجهة تبعته كما هي رح أشغل البرنامج طبعا من نزلته عندي كمان مرة البرنامج بعدها من نزله من الانترنت فأنا يورز هلا بعطيكم تبعو نحك عام لاحقا بس الانكستي جي بيزد يعتمد مبني على اللا فيو بتعاون بين شركة ليجو وشركة اللا فيو الانكستي جي سهل جدا دراج اندروب لكن بالرغم من سهولته إلا أنه بعطينا مفاهيم البرمجة الأساسية وهذا ما يلزم طلاب المدارس في هذه المرحلة مش مطلوب من طلاب المدرسة في المرحلة هذه يعرفوا التفاصيل تبعة البرمجة على مستوى لغة السي مثلا لكن مطلوب منهم يعرفوا المنطق خلف عمليات عملية البرمجة إنه بيكون في عندي متغيرات بيكون في عندي الـ 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 إذا كان فإن كذلك بيكون في عندي مفهوم التكرار مثالي الأساسية موجودة بهذه اللغة يعني بالإضافة لكون الطلاب بيشتغلوا بالليغو بالروبوتكس بينبسطوا بيننفزوا بعض المهام العلمية بالإضافة لهذا الكلام برضو باخدوا المنطق تبع التفكير البرمجة أو بالأضافة لعضة الكلام الـ NXTG بشكل عام برضو فيها مهام حتى تساعدنا في تساعدنا في تساعد تلاتين لهما في دليل داخل NXT يعني فيش داعي أنا أروح حقيقة أدور على فيديو و توتوريالز برغم من فيه يعني فيه أربعة توتوريالز موجودين من السعودية الشركة المسؤولة عن مسابقة الأفنال ممتازين كثير شوف توتوريال باللغة الإنجليزية كذلك ممتاز لكن ما سيوى ذلك فيه القليل من التوتوريالز السبب إن NXT نفسه يشرح بنفسه طبعا فيه مستوام من الصعوبة فيه ال يعني فيه البلوكات أو الصور المختصرة وفيه الصور الكاملة حيث نستخدم الصور المختصرة بالتدريب تبعنا تعتمد على ال ال روبوت سي كذلك أنا رزلت عندي مش صعب لكن لإنسان خلنا نقول المرحلة المرحلة الثانوية اللي هي ما قبل الجامعة حتى يدخل الإنسان أكثر ويكون أقرب لها اللغة الكمبيوتر الأكثر حقيقيا مش مجرد صور ومربعات أنا بجيبها من الياوين لوسط البرمجة إلا إنه أنا بدخل هان وبكتب بكتب كمانز طبعا حتى يكون فيه تحكم أكثر بيجي هذا الكمبيوتر أوكي فيه إلى إضافة أو تولكيت من NXT من شركة ليجو واللابيو حتى قدر أبرمج على الانكستي شخصيا ما استخدمته استخدمت اللابيو اللابيو لكن مستوى أعلى كذلك من المستوى المدرسي أوكي نيجي على الانكستي إذن خلينا بس أعطيكم الانكستي عشان متعرفك توصلوا لاللينك تبع البرمجة إذن بالإمكان تنزيل الانكستي جي من موقع الليجو طبعا النسخة المتوفرة هي 2.0 أو بالإمكان شراءه من وكلاء شركة ليجو اللي هو 2.1 إدوكيشنل أنا شخصيا نزل 2.1 كنا بشراعة لكن قبل ذلك كنت منزل الانكستي حزمه زي 600 ميجا بنزله بنزل عبارة عن image iso file وبنزل معه برنامج آخر طبعا بقدر أدول عليه إنه إشي بفتاح iso iso image opening بتقدر تعمل ساش أي واحد بتتعامل مع جهز الكمبيوتر بقدر نزل البرنامج اللي بيفتحه وبتنزل عنكم الانكستي ببلاش الانكستي جي طبعا اللينك هذا أنا بحط إن شاء الله بالكومنت أو بحط عندي بالوصف طبع الفيلم فلا تقلقوا أوبين كانكم تدخلوا على وتعملوا راح تقدر توصلوا لهذا اللينك معود إذن الواجهة الأساسية للانكستي جي عندكم آه البالات أدوات البرمجة الأغامر موجودة عندي إلى اليسار اسم البرنامج موجود في النص التوتوريالز التوتوريالز بالمهام اللي أنا بدر ننفذها مع الدليل تبعها موجود إلى اليمين والبرنامج رح يكون فيه المنتصف إذن رح يكون فيه عندي إلى اليمين إذا أنتم شايفين فيه عندي الدليل تبعي فعندي محيط تعليم على مصطلحات في الكمون ثلاث اللي عامها إلي عبارة الأوامر المختصرة والأنا عادة أنا بحب أستخدمها لأنها تكفي لمعظم المهام والفعاليات اللي بنعطيها عادة بالتدريب في عندي الكمبيت فعاليات اللي بتشعرك بالفعل أن أنت إنسان مبرمج يكون في تفاصيل أخرى من يجيد التعرف عليها قبل انطلاق مثلا لمسابقات عالمية الأفلل أو قبل محاولة عمل أو اختراع باستخدام اللي بمفي عشرين فعالية مستوم بالتدريب ساعت عشر فعالية متقدم بصمف الفعالية حسب الموادع مثال على فعالية الفعالية الثالثة إنه امشي إلى الأمام بعطيك إيش لازم تعمل الفعالية بعطيك كيف إنت لازم تبني الرابط حتى تنسب الفعالية بعطيك معطيك كيف إنت حتى راح تبر مجل رابط لأباء الفعالية طبعا بناء رابط عمل لمعاقدة لست سهلة لكن موجود الدليل بصير مجرد لابد حقيقة لكن بناء رابط من الصفر هو عملية تحداد إلى ذكاء ودقة وعملية هندسية شاقة جميل إذا الشاشة المركزية في الانتصف في عندي طبعا فيلم بسيط بفاجئ كيف تشبك البرنامج وتنزل على البرين أو الكنترولر برضو بحضر الفيلم مش مخسر طبعا أسبر البرنامج بدلا نحط هنا وحيط البرمج نتربط بظهر أمامكم هذا عبارة عن أو أوامر المستخدمة أكثر شيء رح نحكي على الأوامر بشكل سريع خلينا نشوف ممكن أكثر أو في اللقاء الثاني كل اللي بعمل drag and drop بمسك الأمر وبحطه في المربع بعدين بعد هاي شريط الأوامر بعدل على الأمر تبعين فيه آيكونات لنا اختراع أنواع الأوامر هاي محيط البرمجة طبعا فيه أوامر هي للربط في أرثم للربط في مبينة للبرمجة مبينة اللبنة إذا بدي أنزل البرمجة على اللبنة الذكية إذا بدي أشغل اللبنة الذكية وهنا رقم واحد الجميع يشغل بنامج NXTG ونفذ الفعالية الأولى خلينا إذا نشغل بنامج NXT طبعا عندي 2.1 ونفذ الفعالية الأولى أوكي مثل ما تحدثنا في عندي الأوامر في عندي محيط البرمجة وفي عندي التوتوريول خلينا نقول في عندي التوتوريول طبعا في عندي فيلمين هان بحضرهم راح دو قد ساعت لعد عن السوفتور هاني بادر أحدد اسم البرنامج نسميه My First Program أو Hollywood whatever First Go إذا نهدر أبار محيط البرمجة بادر أمسك الأوامر وبحطها في البرنامج أو بالسيكنس لبعض البرنامج طبعا في لها إيضادات أنا بادر أتحكم فيها المهم اللي أتلك منكم جماعة الخير تيجو على فيما عدد من الفعاليات حيث Sound Display مش فعالية مغيبة كثير وعن فعالية رقم تلاتة في عندي بريف إيش لازم أعمل لازم أخلي يمشي للأمان لازم أخلي الكت تمشي للأمان بدنا نبني هذا القاعدة بس هاي بعطيكم دليل كيف راح تبنو طبعا بالدليل الموضوع بالنكستين 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 فينكم دليل مصور بين إيضاكم يخليكم تبنو الكريج هذه الأساسية بدنا أعطيني البروغرامين شو لازم أعمال من الجميع يقوم بهذه المهمة خلينا نتقدم إلى الأمن إذن هذه المهمة اللي أولي جميع يقوم فيها كذلك مهمة رقم 2 يقوم فيها سهل هذه بلاي سعى نحن 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 دقيقة راح هذه مثالة فعلي إذن مهمة رقم 1 سهل كثير بلاي سعى مهمة رقم 2 لذي طبعت الديسبلين مهمة رقم 3 هذه لأنا بصراحة لا تبرعها مهمة ذات قيمة أو مهمتين نحكي شوية بدقيقة واحدة نحكي هذا المحاضرة الثانية قبل ما ننهي أنا حابب أحكي لكم بشكل بسيط عن الأوامر المتوفرة في الانكستينجي الأوامر هي كما يلي في عند الأمر موذ اللي هو نتحكم ب في عند الأمر ريكود أو بلاي إذا بدأ أسجل صوت أو أشغل صوت في عندي دقيقة واحدة سامل تاكست سري هذا الأمر للموتر هذا الأمر للموتر تبع الموتر لأمر ريكود أو بلاي بعمل ريكودين للموتر بعمل ريكودين للموتر تبع الموتر ويضرم على الخطأ السامد هو عبارة عن الأمر اللي أنا بقدره أطلع من السماعة الدسبلي بطلع من الشاشة الويت أمر انتظار لوب هو أمر تكرار البرنامج هو إذا كان فإن يعني أداة الشرط إذا هادي هادي العام مهام طبعا العام مهام بتغطي النوع الضم المهام اللي هم ها خلال التدريب تبعنا بقدر أخبر تمام هاي الحاجات الناس مستخدموها الكتير أو هادي الـ يعني أنا بقدر أعمل لأشي خاص فيي أنا شخصيا ما عم بيش استخدمتها ولكن بإمكانكم تبرمجوها لكن يبدون إذا برمجتها بيكون مستخدمه زي روبوت سي أو مرامج متقدمه إذا نحن فينا الـ راح نستخدمها في الترين تبعنا فينا الـ أنا مهضم فيها مهضم شوي راح تكون على الـ لكن فيها بعض العوامر الإضافية متعلقة بالـ برمجو حقي من ناحية متغيرات ومن ناحية منطق طبعا بتمنى تكونوا استفدتوا وإضرون على إذا أخطأنا وشكرا جزيلا لكم بشكرا للقاء قادم راح نفصل أكثر على البرمج شكرا مكتلق لكم شكرا